في تطور وصفه مراقبون بالخطير والذي نسف كل المقترحات المطروحة على طاولة الحرب أعلن الجيش الإسرائيلي وخططه لإسناد مهمة إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة إلى عشائر فلسطينية معروفة للشاباك وفق ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية وذلك في إطار خطة تتضمن تقسيم القطاع لمناطق تحكمها العشائر مراقبون وصفوا هذه الخطوة بالإسفين الذي ستدقه إسرائيل بين الفلسطينيين خاصة بعدما عجزت عن تحقيق أهدافها المنشودة من حربها على القطاع التي بدأتها في السابع من أكتوبر الماضي والتي تكبدت خلالها خسائر في الأرواح والسلاح هي الأكبر خلال حروبها مع الفلسطينيين في المقابل اشتد الخلاف بين بايدن وإدارته ونيتنياهو على خلفية إدارة الحرب في غزة فبعد أن فقدت إسرائيل الدعم والتأييد الغربي نتيجة الإبادة التي تنتهجها بحق الفلسطينيين أصبح البيت الأبيض بحسب خبراء محرجا أمام الرأي العام العالمي وبدأ يحث تل أبيب على تغيير مسار المعركة من استهداف البشر والشجر والحجر في القطاع إلى استهداف قيادات حماس والتي تمثلت باغتيال العارور في بيروت وإلى أبعد من هذا يشتد تصعد في المنطقة والتحذير من اشتعال حرب على لسان إيران تلك التي وصفها مراقبون بصانعة حرب كلامية فقط تشتد مع اتخاذ إسرائيل لعمليات استفزازية قد تجر المنطقة إلى صراع متعدد الجبهات والذي تمثل في جديده بانفجارين في إيران صعدت من لغة الوعيد بالانتقام ومن التهجير الذي ترفضه دول المنطقة تحديداً الأردن ومصر جملة وتفصيلة إلى جرس انذار عاجل يدقه المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب التي أكدوا أنها باتت لواحة إسرائيل في التمادي بإشعال فتيل الصراع الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر